اشتركوا في القناة ومبادرة مجلس الاوقاف الجعفرية من اجل تنفيذ هذا المشروع المميز لتركيب نظام الطاقة الشمسية في ماتب من شبيب الامر الذي يساهم في السير على طريق تحقيق الاهداف الوطنية لمملكة البحرين في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتفعيل استخدامات الطاقة الشمسية في المنشآت الدينية وقال الوزير في كلمته بان هذه المبادرة تأتي انسجاما مع الخطة الوطنية للاستفادة من الطاقة المتجددة التي تتم متابعتها من قبل وحدة الطاقة المستدامة برئاسة وزير شؤون الكهرباء والماء وذكر بان سعر وحدة الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية قد انخفض بدرجة كبيرة واصبح ارخص من سعر الوحدة التي تنتجها الحكومة من خلال المحطات الحرارية التي تعمل بالغاز الطبيعي وهناك مؤشرات قوية بان سعر وحدة الكهرباء من الطاقة المتجددة سيتواصل في الهبوط بنسبة تصل الى 20% اضافية في حال ايجاد سوق تنافسية وبكفاءة عالية لتزويد وتركيب انظمة الطاقة الشمسية ومن جانبه اكد رئيس مجلس الاوقاف الجعفرية سماحة الشيخ محسن من الشيخ عبدالحسين العصفور في كلمة له دعم ادارة الاوقاف الجعفرية للمبادرات الوطنية وقال ان الاوقاف الجعفرية تطلع لتعميم هذه التجربة على نحو 2000 عقار وقفي مستقبلا لتشمل المشاريع الاستثمارية كالاسواق والمجمعات التجارية التي ستنشئها ادارة الاوقاف الجعفرية باستخدام احدث ما تم التوصل اليه في مجال انتاج وتوليد الطاقة الكهربائية اعتمادا على الطاقة الشمسية انطلاقا من توجيهات القيادة الرشيدة بالاستفادة من الطاقة النظيفة والمستدامة وافق مجلس الوزراء الموقر على انشاء وحدة الطاقة المستدامة وهي تتبع وزير شؤون الكهرباء والماء ووحدة الطاقة المستدامة تركز على هدفين الهدف الاول تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والهدف الثاني رفع كفاءة الطاقة واليوم مبادرة استخدام الطاقة الشمسية في المعاتم يأتي انسجاما مع هدف وحدة الطاقة اللي هو الهدف الحكومي للاستفادة من الطاقة النظيفة مبادرة هي مبادرة من الاوقاف جت وتناقشتها فيها مع الاوقاف وعرضوا استخدام الطاقة الشمسية في المعاتم طبعا مثل ما سمعتون من سعادة الوزير وسماحة شيح محسن الطاقة هذه توفر على المعاتم تكاليف تشغيل الكهرباء وأيضا صديقة للطاقة للبيئة وأيضا توفر فرص عمل وبيزنس إلى الشركات والمعسسات التي تتعامل في هذا المجال فعلشان شيء احنا وافقنا كأول معتم في البحرين تنفذ فيه الطاقة الشمسية طبعا هذا التدشين سيكون له الأثر الكبير في ترشيد الطاقة وفي تشجيع على استخدام نظام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء ودعم المشروع الوطني للتحول إلى الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة مع الانطلاقة بتدشين نظام الطاقة الشمسية في هذا المعاتم وبداية انطلاقة جادة وفعلية ستتكرر في القريب العاجل في مجموعة كبيرة من المعاتم التي لديها حساب وأوقاف عليها يعني هناك الميزانية متوفرة طبعا التدشين هذا سيقنع الكثير للإقبال على المشروع وخاصة أنه سيحقق اختفاء الذاتي وفي الحقيقة يعني في ضوء التحديات الحالية التي تواجهها المملكة وحتى الدول التي ترقى إلى النمو تبحث عن الطاقة البديلة أو الطاقة المتجددة ونحن نشهد اليوم تحديات كبيرة في توفير الطاقة التقليدية ومصادر تمويل الطاقة التقليدية اللي هو الغاز وهذه مبادرة في الحقيقة يعني تنم عن الشعور المسئولية بأهمية الرؤية المستقبلية في توفير الطاقة الطاقة البديلة اللي تسعى أيضا حكومة البحرين من أجل تعزيز التنمية المستدامة يعني اليوم احنا نشهدنا رابع معقار تابع للأوقاف الجعفرية تم في استخدام الطاقة الشمسية وتدشين هذه الخدمة التي يعني تعاد صديقة للبيئة وفي نفس الوقت تحافظ على الموارد نسأل الله إن شاء الله للشيخ محسين التوفيق في هذه المبادرة ونشكر مرة ثانية وزير الكهرباء والماء ونتمنى إن شاء الله من باقي الخطاعات وخاصة الحكومية أن تحذو هذا الحذو خاصة وأننا يعني سمعنا اليوم من سعادة وزير الكهرباء والماء بأن هناك توجه بأن يتم استخدام المؤسسات الحكومية والوزارات من خلال استخدام أسطحة لتوليد الطاقة الشمسية اشتركوا في القناة